موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدين لقناة الأردن اليوم حياكم الله وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأسأل الله العظيم رب العاشي الكريم أن يرزقني وإياكم ما تحبون وما تتمنون وأن يرسم البصمة على شفاهكم وفي قلوبكم وأن يجعل جميع ديار العالمين آمنة مطمئنة بفضله ونعمته وعدله حديثنا اليوم عن أخت إنا أو زوجة كانت لنا أو أم لنا يعني أو حتى بنت إليك نزبط على الأربعة كيف ما حسبتك كيف ما شقلبتك الحسبة وحدة حديثنا اليوم عن المطلقة صراحة لا تزال منظومة الفكر العربي والشرقي لحد هذه اللحظة ونحن في عام 2017 ونحن نتحدث عن حقوق الإنسان ونؤصل للفقه الإسلامي في كثير من الجامعات والمعاهد والمدارس ونعلمهم أن الناس خلقوا سواسية وأن الحقوق المكتسبة واحدة لكن للأسف لازلنا نرى حتى من المتدين حتى من الذي يصلي في الصف الأول في المسجد حتى من الذي يحفظ القرآن وحتى دعونا نذهب بعيدا وحتى من أولئك الذين تناولوا العلم في غير ديال المسلمين درس في السوربون أو في هارفورد أو في إكسفورد لا زالوا يحملوا عقدة المطلقة في أمرين الأمر الأول النظرة الدونية الظالمة ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك بل أنك تتجوز مطلقة أعوذ بالله إذا ملفيت لفيت وما لقيت غير هيك مصيبة والأمر الآخر المعاملة السيئة التي تتلقاها سواء من زوجها أو من أهلها قبل ما أبدأ بالحديث عن المطلقة والنظرة الظالمة التي تحملها معها أينما كانت أود أن أقول لك أن الله سبحانه وتعالى كما شرع الزواج وحث على الزواج والسنة النبوية أيضا تناولت الأمر هذا بقوة وكثافة وتجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب معشر الشباب بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وما في يوم أو في وقت أو محاضرة أو إذاعة أو حلقة متلفزة إلا ونحث الأهالي على أنه ينبغي عليهم أن ييسروا أمور الزواج لأنه لما يكون عندي في غلاء وفي فقر وما فيش عمل وفي متعطلين على العمل بيكون عندي ازدياد لمساحة الرذيلة بمعنى آخر رح ترتفع العنوسة عند بناتنا عند خواتنا عند أقاربنا بالتالي البنت إذا لم تجد من يأويها ويحضنها بالحلال ويكرمها ويقدرها ستذهب إلى الحرام وكذا سيفعل الشاب أحيانا بعض الشباب بكون أيضا مديات متدهورة حالة متعثرة ما في وظيفة ما في شغل ما في الآخرية شو بده يساوي بده يحب بده يحب لوحدة وثنتين بده يتسلى يعني بنسلك عليها لحد ما الله يفرجها هكذا يتلاعبون بأعراض الناس هكذا أحيانا يعني يدفعهم ضيق اليد وضيق الجيب وأحيانا ما يترسم من مخلفات اجتماعية وثقافية سيئة في المجتمع ربنا شرع الزواج عشان تتكون الأسرة الطيبة الراقية يكون عنا ولد صالح أم ربي فاضلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نظر لها أسرته وإن أسرته خلينا نوقف عنده كثير يعني خذ لك وحدة لما أنت عينك تشوفها تنبسط تخذ لي وحدة شاصي مفتول وما فيش فيها اوبشنز ما بتمشي معك هاي لأنك مكرب تقول بتجوز عليها يعني خذ وحدة على قل حتى لو تصحى من النوم شوف وجهها أوكي خلص وافق على طول قال إن نظر لها أسرته وإن غاب عنها حفظته بتدير بالها على حالها مش على الفيسبوك عنده عشرين صاحب ومسجليت لاثنين جيران باسم سوس وفوفو على الواتساب آه ما بزبط هذا عرضك مطلوب منك أمام الله وهذا زوجك وهذا شرف مشترك بينك وبينه قال إن نظر لها أسرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله وإذا أمرها أطاعته في غير معصية الله اطبخين كبسة مندي كذا زبطي الأمور بتلاقيها بتجنن في نسوان طبعا الروموت كوترول دايما عندهم عطل شو ما تحكي لا بتأخذ ولا بتعطي الله يعينكو عليهم على كل حال الأغلب طبعا طيبات صالحات خلينا كما نتكلم بالواقع ولا منين يجي نحن يعني لو لا وأبوي وأمي أنا منين يجي التواصل الاجتماعي ما بزبط على كل حال بدي أحكي لك الآن ولعل الكلام نوعا ما ثقيل المطلقة اليوم كأنها موسومة بوصمة عار إذا أنت شفت وحدة زميلة إلك بالعمل أو طالبة معك في الجامعة أمورة زاكر أبشل بدك يا عيون خضر زورك شعر طويل مربرب نحيفة حسب تعرف كل واحد أذواق سبحان الله والجمال نسبي هذا شفت ومروعة الحج مبسوط أنت وصل عمرك 32-33 الزوجة ولد اللي عندك اللي زيك صار عنده أولاد وخلصنا وفكنا ومعقد الدنيا ومعقد العيلة شفتها البنوتة حسيت أنه فيه تآلف فيه ارتياح نحو زميلتك بالوظيفة زميلتك بالدراسة زميلتك بالعمل زميلتك بالبحث يعني أي أن كان جمعت بها ولو أم باب الصدفة أحيانا صدفة وربا صدفة خير من ألف ميعان بتيجي للحجة يم أنا لقيت الحمد لله والله مبسوط والدنيا يا حرام آه يم تعال يا حبيبي شو الموضوع والله شفت لك وحدية يم معيونك ما شاء الله والله لك طلع زي أبوك أمك الله يعلم كيف حالها يعني أمك تزبط بحالها بطريقة أخرى لنك زي أبوك يعني أبوك نقة وحدة حلوة أمورة ليجيت أنت زاكي هي قصد الحجة تيجي أنت بتقولها يم والله كذا طولها 167 وزنها 55 ورياضية وبتلعب رياضة الصبح وهلثي فود أكلها ما شاء الله بتجنن ومحها ماجستير وراتبة 800 دينار يا حبيبي خذ لي سيارة كشف على حسابها أيوة وبعدين بعدين بتروح أنت بتقول لأمك القاضية ضربة القاضية هاي بالملاكية بتقول لأي أمك والله طلقها طبعا أمك كانت تبتسم كانت مبسوطة الآن خذ تقلبات الجوف في 20 ثانية سريعة جدا الحجة رح تبوز الحجة رح تنكت وفجأة رح توقف بوجه أحمر والله علم إذا تلطشك كف أو كما سبب أبوك على أبو الرباك على أبو الورجانياك على اللي بتلاني فيك شو يمه لفيت لفيت عمرك 33 سنة 35 سنة 29 28 وجاي تقول لي بدي أجوز مطلقة أعوذ بالله شو يحكوا عني شو بده قرائب يحكوا عني جاراتي شو بدي يحكوا عني لفينة لفينة ما لقينا غير مطلقة أي والله يوم لو بموت ما بتتجوازه والله لأغضب عليك طبعا بتروح أمك وزارة الداخلية بتشكع طول للحج بتقول لي شايف ابنك ابنك المعرف نالربي بقول لا لا يا حج بصلي الفجر معاي ابنك المعرف نالعلمه يا حج من الأوائل المميزين بيعمله ابنك اختار مطلقة شو يا حج مطلقة الوالد يكاد أن يصاب بجلطة دماغية أو سكتة قلبية أو العكس مباشرة أو كلتيهما معا مطلقة أعوذ بالله شو يا حجي هالكلام أنا أبدأ أخذ له بنت فلان الباشا بنت العين سعادة العين فلان أنا حاكم مع معالي الوزير وقال لي ابنك بجنن ابنك أفسر مكسب إنا شو مطلقة أعوذ بالله من غضب الله شو قدام الناس يا حرام يا هالمطلقة هاي الجيزة خربطت الجيزة فركشت وبقعد بحبها سنة وسنتين وبطلع مح والله أعلم ببوسة ما ببوسة الله أعلم يرتكب الحرام وبدأ تجوزك هو صادق لكن عنده جدار مش برلين ولا الجدار العازل في فلسطين عنده جدار ثقافي يمت للدين بسلاله والله والله الدين ماله دخل والله النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أرملة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ثيب عليه الصلاة والسلام والله تزوج أمنا خديجة كان عمرها أربعي سنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خمس وعشرين ما تزوج عليها قط ما حب غيرها قط بعد ما توفيت عليها رضوان الله أمنا خديجة بن خويلة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان حياته مع خديجة أسكى منها ما فيه حتى يقال أن المرأة إن بلغت الأربعين إزادت أنوثة وثقلا وجمالا يا حبيبي إحنا بنسمع أي شيء بنحط جنبه مطلق أعوذ بلا بعقد الزواج ونحكو ما بحكي لحده بتنفضح بكرة ببين كل شيء بطلع دمروا الجيزة طبعا أنا أريد أحكي بسهولة جدا المطلقة هاي اللي هي بنتك أو زوجتك في يوم الأيام أو زوجتك الآنية الآن حاليا أنت زوج مطلقة ممكن أو أخت إليك طلقت هاي ليش تطلقت أصلا هاي المسكينة طلعت من بيت أبوها كانت مدلل مرباية مبسوطة بتجنن أبوها مدلحها بدي عشر بوسات باليوم بيموت فيها والبيت اللي فيه بنات فيه رحمة والنبي صلى الله وسلم خبرنا اللي عنده ثلاث بنات ثلاث بنات زينغو رينغو لا ما بزو زينغو رينغو على البنات مش عارف شو أسميهم على كل حال بل رح أشوف ليسهم من هون لآخر الحلقة وأسميهم عنده ثلاث بنات حلوين سارة خديجة هاجر أسماء قديمة يعني الآن نادر ما نسمي المغرب العربي فيه لا زالت هذه الأسماء لكن عندنا في المملكة الوردينية شمية ما عندنا لانا لينا رماس شوفوا الأسماء ما أجملها كمان يعني حلوة بس يعني من زي الزمان ثقيل وحلو هيك على كل حال البحل الاسم الصاحب ترى مش الاسم أحيانا كان اسمه حمير وكان يقال لفولان حمار وفولان اسمه حرب وفولان اسمه مرة لكن كانوا من أحسر للناس فما دخل الاسم لكن لكل من اسمه نصيب على كل حال اللي بحكي لك هي هاي كانت مدلة لمدلة عبيت أبوها كان يجيب لها ألعاب ويصغيرة ما خلى نوع من الألعاب اللي جاء بالهاية طششها ودها لما كبرت وحلوة وزبطت صار الآن يدقوا الباب ويجيت انت دقيت الباب وأخذتها البن دائما تحب في الرجل صفة أن يكون كريما وتحب المرأة دائما من أذنها بتحب تسمع الكلام الحلو بتحب تسمع يا روحي يا قلبي يا عمري يا قمر إيش والله ما عرفتك منين جايه يعني أنا بتعرفي فكرت حالي مخربط بالبيت وماشاء الله عليك مر رياضة مر رائدة فضاء مر رائعة غنم كل يوم تلبس اللبس معين حتى تأسر هذا القلب وتجعل هذه العين مستقرة في البيت ليلة وبدأ تعين زوجها على غض البصر وبدأ تحميه إذن الزوجة بشكل عام قبل ما لأني بدنا نفسر بالأمر بعد الفاصل بإذن الله تعالى بشكل عام تحب أن يكون زوجة كريم كريم اليد وكريم اللسان الفقير الفقير هذا أمره إلى الله يغنيهم الله من فضله يعطيهم الله سبحانه وتعالى من سعتي لكن لما تكون أنت جلدي أو كحتي والله ما أحد بحبك لا أمك ولا ابنك ولا مرتك هاي جلدي والكحتي وفي ناس حتى الكلام بيحسب أنه يعني بفلوس فحتى كلمة حبيبتي الله يعطيك العافية جزاك الله خير والله منور اليوم ايش يا قمر والله أنا حاس حالي عريس اليوم ما عرفتك ما شاء الله أبيض وأحمر قلت شو قوس خوز عنا بالبيت بتجنني ايش هالحلاوة هاي ايش اللبس والله ما شاء الله عليك يالله يحميك شوف شوف لما يكون الحب جيب عمران مش شرط تكون مليونير ولا تكون مبسوط ماديا والله بدينا رين بتفرحها بتهنيها وكلمة حلوة بتغذي روحها وبتسعدها بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى سنتكلم كيف المرأة تطلب بالطلاق وهي تعلم أحيانا أنه في طلبها هذا ستذهب إلى جحيم في الدنيا ظلم من الأهل وابتزاز وانتقام من الزوج بعد الفاصل ابقوا معنا غفر الله لكم وجزاكم الله ربي كل خير سلام الله عليكم مجددا حياكم الله حبتي في الله في كل مكان الآن لما البنت رحل لبيت زوجها عندما تزف لبيت زوجها ثق تماما أنه رايحة مبسوطة رايحة بسير أم بسير زوجة حبيبة صديقة وترعى هذا الزوج ودير باله عليه وأغلب بيوتاتنا صراحة تجد أن المرأة متفانية فيها وأنا حكيت في الحلقة في الأسبوع الماضي أنه الزوجة وتكلمت عن الأردنية ولسه يمكن إحنا أحسن من غيرنا قلت زوجاتنا متعددة الأغراص 16 فيه 1 بتكنس بتشتف تطبخ بتربي بتدرس يعني تبارك الله بتعكله زي ما يقول أخوانا المصريين الله يحفظهم لكن ثبت صراحة أنه فيه كثير من بناتنا ما بتتحمل تعيش مع فلان من الناس ليش جلدي كحتة ما بحب يصرف معه فلوس وما بدي يصرف ما معي دبري حالك ما في مجال هذا الصنف من الناس الله لا يحبه هذا الصنف من الناس النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أولئك الذين لديهم شح يعني معاه ما بدي يصرف ما بدي خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود سبحان الله حتى لما الله يرزقه فلوس بخبيهم خايف أنه يجي يوم أسود فعلا أنت حياتك كلها سودة أصلا لما يكون نفسك بشغلة بأكلة بطلعة وتحرم نفسك تحرم بك رب يقول لك ملك الموت باي باي تعال كمهير يلا وشحن وبشحنك على القبر ولا أكلت ولا سافرت ولا طلعت ولا استمتعت ليش عايش؟ سؤال طبعا نحكي كله بدائرة الحلال معاذ الله نحكي لك أصرف كل واطلع بالحرام معاذ الله لكن حتى زوجته حبيبته أم أطفاله المربية اللي ما شاء الله زي ما بيحكوا أصابحها العشرة موقيت شموع له لهذا الزوج للأسف ما في ما معي ومعه لكنه كذاب لكنه جلده كحته طبعا جلده كحته هاي عندنا مصطلحات أردنية كناية عن البخيل لما يكون بخيل وربنا ما بحب البخيل والنبي صلى الله عليه وسلم ما بحب البخيل فهي بخل طبعا هاي أسوأ صفة بالرجل أن يكون حريصا على ماله التقنين والاعتدال بصرف المال شيء وإنك تكون جلده كحته شيء آخر الصفة الثانية إنه بعض الرجال عصبي وبشتغل بإيده ما عنده لغة الحوار يعني إذا هو والمدام صار أي مشكلة بسيطة على طول بيجيب كلمات دنيئة كلمات لا ينبغي أن تقال ما بين زوجين ولا حتى تخرج من رجل صاحب أدب وأخلاق راقي بتلقيه بيطلع لها كلمات الله علم فيها طبعا لا نستطيع أن نورده هنا حفظا لحقوق النشر التي هي للشوارع وليست لنا طبعا بعض الناس بيقولك هذا مطعم شو يعني مطعم؟ يعني عرضك أختك أمك كلمات الدنيس السيئة هاي يستخدمها فكيف لما يكون مع زوجته إذا بيشارح هيك بيحكي مع الناس إذا هيك بيحكي لابنه أمام الناس كيف مع زوجته ما بيخلينا وبعض الناس كمان شغال دعوات الله لا يوفقك الله لا يسر أمرك الله لا يوفق اللي بلاني فيك الله لا يسر اللي جابك إلي وهكذا أيضا فلما تجد المرأة ما في كلمة حلوة وما في مصروف طيب مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم جعل خير النفقة تلك التي يضعها الرجل في فيه زوجته وأولاده لكن ما في حب ما في مصروف بتقولك دي اطلق إذا قالت دي اطلق الله لا يحطك بمكانها ولا يحطك بمكانها ليش الأهل بولعه الله أكبر شو بنهم يحكوا عنا بنكم طلقه مين رحي خواتك عندي خوات انت يا ما تجوز وطولي بالك أصبري بصير عندها ولد بصير عندها ثلاثة أربعة خمسة وبالأخير فيجي لأهلها بثمن أولاد وهي منطلقة جيش كامل بالعتاد ويريد يوميا خزنة ووجبة كاملة من الطعام قلنا لكم محا ولد مش متحملة مش طائقة إجت تبكي لأمها مرة ومرتين وعشرة لا تحكي لأبوكي أوعك تسؤل في الأخوانك ترى بضربه جوزك بتصير مشاكل بتودي أخوانك على السجن أوعك تطلقي خواتك مين بدو يخذهم يقولوا عنا مطلقة خالاتك شو بيحكوا عني عماتك البشمة فيه انت غشمة عن عماتك حماتي اللي من زمان بيقول انت ما عرف تتربي لما تتطلقي شوف لأجل النظرة السيئة للمطلقة تجبر الفتاة أن تبقى تحت التعذيب والتهديد وقلة المصروف وسماع الكلام البذيء والضرب والإهانة والله لي صديق بمزح معه مرة جيبنا سيرة المرأة القوية وكذا بتعرفوا فيه نسوان الله لا يحطكم محهم يعني ولا يجمعكم فيهم يعني تلعب كيك بوكسينغ محا ستدان تايك وندو ما شاء الله تبارك الله وفي بينهم بادي بلدنك كمان يعني لا تستغرب هذا الصنف من النساء احيانا تلاقي لسانها طويل صوتها عالي وبالتالي نازلة فأنا بحكي مع صديقنا أنه المرأة ينبغي أن تكون هادية الواحد لما يكون ببيته مبسوط شو ما وجده أو واجهه من مشاكل أو صعوبات بتلاقيه مشاهم والسائل لكن صراحة لما كنا أنا بالبيت مش مبسوط بنكد على الدنيا كلها وأنا طالع برا اللي بتحكي لك يا بقول لي والله يا دكتور عندي أخي كمبتلي بمرته بزوجته قلت له أيوة قل لي يا دكتور ثلاث مرات على آي سيو نتيجة الضرب المبرح مش عارف أنا شو بالعف فيها شو بتدرب مرته لكن ثلاث كتلات للمدام ثلاث ضربات للمدام ثلاث جولات مصارعة مع المدام المدام أخذوه على آي سيو فلما تيجي هاي تطلب بدي أطلق ريحوني تأتي وتبكي دما لي دمعا لأهلها مشان الله يم بضربني يم بهيني يم ظالمني يم خواته بضربوني يم أهل طور هارم عندي بالبيت يم أنا خدامي عندهم يم أنا عملت يم أنا نصحت يم أنا دعيت يم أنا صليت مزاب طلقوني والأم لا الأب ما فيش احرقي حالك وبعض أخواتنا وبناتنا وانتوا عارفين قامت بالانتحار وحرق نفسها وقتل نفسها وأخذ جرعة حبوب أو غيره أو مواد سامة كي تتخلص من ظلم زوجها ليش؟ لأن الأهل ما بدهم مطلقة يقولوا ماتت ولا يقولوا عندنا مطلقة الله لا يرحمك روحي هذا حرام ربنا يقول الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان يعني ربنا زي ما حل للزواج كي تقوم به الأسرة أيضا ربنا أوجد حل عندما تستعصي العلاقة الزوجية عن تكون علاقة حب وعلاقة دعابة وعلاقة مزح ودلع وغنج ولعب لما تكون العلاقة علاقة ثقيلة على النفس وعلى القلب لما تكون العلاقة ضرب وإهانة وظل وظلم من حق الزوجة أن تطلب الطلاق ومن حق الزوجة أن يطلق زوجته وللحاكم للقاضي أن يقوم بالخلع إن لزم الأمر والخلع أن يقوم القاضي بتطليق الزوجة رغم أن في الزوج ما أبدأ يطلق روحي والله لأخليكي معلقة مئة سنة ليس تظلمها ما أبدأ إياك لعل الله سبحانه وتعالى يبدل خيرا منها ويبدلها خيرا منك هذه القاعدة وبعدين إحنا اليوم حتى لو اطلقت المسكينة وأخذت نفقة تمرمط يعني شو معنى بنمرمطها بالنفقة يعني بنماطلها مماطلة بعيدة جدا بتروح بتشتكي وبدأ محامي وبدأ مش عارف شو وبدأ يا حرام بعد سنة سنة ونص لما تبدأ تتلقى ببداية النفقة طبعا بأثر رجعي لكن ليش نظلمها ليش ما نعطيها حقها نظلمها أيضا في النظرة النظر المجتمعية لها لأنها مطلقة ما بدنا إياها زوجة وما بدنا بنت ببيتنا مطلقة والأمر الثاني بالنفقة زوجها يصبح ينتقم منها خاصة إذا الأولاد عند زوجها كل سنتين لما تشوف أولادها مرة تلاقيها تبكي ليل ونهار تطلب من أهلها حق المشاهد لأولادها الأهل ما بدنا محاكم إحنا ما بنروح كيف بدك تروحي بالمحكمة أمام الناس تشوفيهم والزوج يتعسف ويظلم هذه المطلقة عندما يمنحها من النفقة ويمنحها من أولادها يا ناس والله العظيم هذا ظلم لا يحبه الله وأنا أقول لكل ظالم لكل زوج يضرب ويهين ويقتل كل خير ويقتر بالمصروف ولا يسمح كلمة طيبة ولا يعمل معاملة إنسانية ويجيرها ويجبرها على الانتحار وعلى القتل وعلى الفرار وعلى أشياء كثيرة جدا أقول لهذا الزوج اتق الله والله أن هذه الزوجة المظلومة لو قامت في الليل صلت ركعتين بينها وبين الله ودعت الله عليك حسبي الله ونعم الوكيل ثق تماما أيها الحبيب ثقي تماما أختي الفاضلة أن هذه الدعوة لن تذهب سدها ولن تضيع مع السراب في الصحراء ولن تقع ضمن قيعان البحار بل والله كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن دعوة المظلوم ستصعد إلى السماء ستصعد إلى السماء ثم تفتح لها أبواب السماء ثم يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لا تظلم بنتك لا تظلم أختك بدها تتطلق اجلس معها اسمعها من حق هاي إنساني بشر بتعيش زيك بتوكل مثلك عندها مشاعر وأحاسيس مثل زوجتك مثل بنتك مثل أختك إذا إجتك يوم أختك إذا إجت يوم بنتك قالت يابا بدي أتطلق يابا بضربني يابا بهيني حاولك اصلح من أهل فريق ومن أهلك فريق اصلح ادعم زبطهم مشت الأمور يا ربي لك الحمد الحمد لله ما وقع الطلاق ما هدم البيت لكن إن إن اضطررت ورأيت إنه ما في مجال لأن الظلم واقع ورأيت إنه الإصلاح بعيد ورأيت إنه صحت مرة ومرتين وثلاثة وعشرة لكن لا زال بضربها لا زال بهينها لا زال ما بصرف عليها لا زال باحتقرها لا زال مانحها عن أهلها طلق بنتك طلقها وإنت مرضي لله سبحانه وتعالى طلقها وإنت مقبل أن ما تفعله هو شرع لله الزواج حكم من الأحكام الشرعية وكذا الطلاق حكم من الأحكام الشرعية إياك أن تظلمها عندما يبلغ السيل الزبا تأتيك ما في مجال يا بابا انتحر يا بابا موت يا بابا جيتكو خمسين مرة عشرين مرة طلقوني اسمع لها احترم رأيها شاورها إن رأيت أن الطريق مسدود قم بالتفاهم بالطيب دخلنا بالطيب نطلع بالطيب ما رضي في محامين في محاكم شرعية والحق موجود بإذن الله والحق ظهر لذلك أيها الأحبة في ختام هذه الحلقة أود أن أقول أن هذه المطلقة هي بنتك وأختك وقد تكون أمك أنت ممكن تكون ابن مطلقة إليك أخ من أم ثاني وهذا بحصل وأنا أعرف رجل تزوج أمرأة تزوجت قبل اثنين وعند أولاد من الاثنين إذن رح يصير عندنا عشير الآن ابني أنا وابن فلان وابن فلان لا عيف المطلقة المطلقة إنسانة فرصة الحياة ما ضبطت معل اختارة زوج ما وفقت في حياتها ما كان التفاهم ميسور إذن ينبغي أن نسمع لهم وينبغي على الأهل أن يسيروا معهم ولا يجوز للزوج تحت أي ظرف أن ينتقم من مطلقته فيمنحها النفقة أو يمنحها مشاهدة أولادها أو يهضم حقوقها في ناس بقولها اتنازلي عن كل شيء وإبراء طلاق مقابل إبراء إن كان ظلما فذق تماما أن الله سيقتص بنفسه منك والظالم تعجله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نعيش بسلام وأمن وأمان وأن ننصف بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا ومعشر المطلقات في مجتمعاتنا وأن نتق الله عندما نتحدث عن المطلقة أو نريد أن نتزوج مطلقة أو نريد أن نمنحها حقوقها أسأل الله أن يحفظكم جميعا غفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله